بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسخون في العلم يقدم التكبير إذا حاذ الحجر قال جابر كلما حاذ الحجر كبر وذكر الفقهاء أنه يقال اللهم أندل بشوط الأول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ويعولون في هذا على خبر أن علي رضي الله تعالى عنه أن الله جل وعلا لما كان الناس في عالم الأرواح وأخذ منهم العهد والميثاق قال الله جل وعلا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بل أشهدنا تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أذى تهلكنا بما فعل المبطلون قالوا لما أخذ الله العهد والميثاق على بني آدم وضع هذا العهد والميثاق في كتاب ثم ألقم الحجر ثم نزل الحجر من السماء يشهد لمن وفى بالعهد والميثاق ولهذا قالوا أي الفقهاء يستحب أن يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك ولا أعلمه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن كثيرا من إمة المسلمين الفقهاء نصوا عليه في كلامهم فهذا ما يتعلق بالطواف يقال ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ما بين الركنين الركن الحجر الأسود والركن والركن اليماني الاضطباع وهو إخراج المنكب الأيمن والرمل في الأشواط الثلاثة الأولى الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى والاضطباع في سعر الأشواط السبعة واردت به السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة يريد العمرة في سنة الثالثة فسدته قريش وكان عليه السلام قد أخبر أصحابه أنه سيطوف بالبيت أنه رأى رؤية أنه يطوف بالبيت ففرحوا فلما صدوا شق ذلك عليهم ووقع ما وقع من غيظ بعض المسلمين فلما كان العام الذي يليه وقد صالح النبي عليه الصلاة والسلام قريشا على أن يعود من العام الذي يليه أتى البيت فلما أتى البيت حبس ثقل من سلاحه قبل مكة وجعل عليه أوس بن خوري رضي الله عنه ثم في مئتي رجل ثم دخل مكة في قرابة ألفين رجل ثم دخل مكة كان عبد الله بن أبي رواحة رضي الله عنه بين يدي رسول الله شاهيرا سيفه يقول خلوا بني الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير في رسوله فقال له عمر رضي الله عنه أفي حرم الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول الشعر يا ابن رواحة فقال عليه الصلاة والسلام دعه يا عمر فإنه شد عليهم نضح النبي المقصود أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يخرجوا مناكبهم اللي هو الافتباع حتى يغيظوهم وأن يرملوا في الأشواط الأول وإغاظة الكفار الأصل أنها مطلب قال الله جل وعلا ليغيظ بهم الكفار فأصبح هذا إغاظة لكفار قريش لكن كان كفار قريش في الناحية الشمالية فكان من يأتي من ناحية الجنوبية من الكعبة التي بين الركنين لا يرونهم الكفار فكانوا لا يرملون ويمشون الهوينة وهذا ما يسمى سنة الاستبقاء يعني يبقي النبي سلم على قوتهم لكنه لما جاء عليه الصلاة والسلام حج حجة الوداع بعد ذلك أبقى عليها فرمل في الأشواط الثلاثة وأبقى على الاتباع فسنة بقيت كما هي وإن كان المقصود منها انتفى لأن البيت لله الحمد آمن ولا حاجة قد دخلت مكة في الإسلام لا هجرت بعد الفتح لكنها بقيت سنة كما قال ابن عباس ربما الله تعالى عليه نقول هذا الطواف بالبيت وهو من أعظم القربات لله ولا بأس أن يقرأ الإنسان القرآن ويختار من الدعاء والذكر ما يعجبه ترجمة نانسي قنقر